اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي نناقش طيلة 45 دقيقة الوضعين الاقتصادي والمالي لمصر بعد قول صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاترابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 والتي تسببت في عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو عن 2% عامي 2010 و2011 الحكومة في المقابل شرعت في إجراء إصلاحات ساعية لتحقيق التوازن بين السعادة النمو والسيطرة على التضخم وتقليص العجز في الموازنة فإلى أي حد سيعزز تقرير صندوق النقد الدولي صورة مصر قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في مارس آذار المقبل بمنتج عشرم الشيخ وما هي خلفية تقارب الروسي المصري وماذا عن مساعدات دول الخليج المقدرة بمليارات الدولارات مواضعه وغيره نناقشه هنا في الوسيديو مع الدكتور كميل السري الخبير في شؤون المالية الدولي أهلا ومرحبا بك مجددا الدكتور عادل عبد العزيز مهني الأستاذ الجامعي والمتشار الاقتصادي هنا في باريس أهلا ومرحبا بك أستاذ وأيضا الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي أهلا ومرحبا بك إذن هذه الحلقة نخصصها لتحليل الوضعين الاقتصادي والمالي وأيضا الوضع الاجتماعي في مصر أبدأ معك كميل السري هذا تقريل صندوق النقد الدولي يعني تفاؤل فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة المصرية عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة منذ فترة كان قد توقع نمو بنسبة 7% رئيس الوزراء المصري توقع 4% قبل نهاية يونيو حزيران المقبل كيف تقرأ هذه الأرقام هل تفاؤل أم ربما هذا يعني نسب قليل مقارنة مع ما يفترض أن يكون عليه الوضع الاقتصادي نعم خاليد يجب أن نعلم أن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يعطي إشارات جد سلبية على أي اقتصاد ما ورأينا أنه في السابق كان دائما يعطي بعد يعني التهاني لبعض البلدان ومن بعد كنا نرى أنه في هذه البلدان كارتة أو نقص في النمو الاقتصادي وثانيا أن صندوق النقد الدولي يعني يستعمل كل الأخبار وكل يعني الوطائق التي تعطيها له الدولة ويستبع كذلك إلى ما يقال هنا وهناك في كل الأوساط ما انتقالي شديد لصندوق النقد الدولي وهو أنه عنده يطبق نفس الحلول لكل الاقتصادية فمثلا لما نتكلم على مصر فهو يهنئ الحكومة المصرية لأنها خفضت من مساعدتها للشرع الاجتماعي المتضررة المساعدات المباشرة وخصوصا الوقود والمواد النفطية والغازية وكذلك حتى يعني مواد أولية خاصة فهذا عنده ضغماتيا ويستعمل آلياتي ربما عندها أساس في دول متقدمة ويستعملها كذلك بالنسبة لمصر وكل الدول أنا ويقول يجب مساعدة مباشرة للدعفاء والمستفيد هم الشركة الكبرى المستفيد من مساعدات الدولة هذا صحيح ولكن هناك حلول أخرى يعني فرض ضرائب على الشركات التي تستعمل الوقود ولكن بشكل عام حول النوى الاقتصادي دائما يكون هناك تفاؤل وهذا التفاؤل في الأخير لا يعطي النتيجة التي ولا يعطي التوقع الذي أعطاه النصدق الدولي عندي هنا تقرير كوفاس وتقرير أخرى تعطي 3.5% على أكثر ولكن يجب أن نعلم أن حتى 4% ولو وصلت بصر إلى 4% فلم تقلل من نسبة البطالة في بلد في نمو ديمغرافي كبير يجب على الأقل 7 أو 8% من نمو نمو النتيجة الإجمالية المحلي للحد من البطالة وهذا مشكل كبير في مصر يعني بلد في شباب وفي يعني نسبة البطالة معدلة البطالة مرتفعة أستاذ عدل عزيز مهني يعني برأيك هذا التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي تقرير متفائل يعني يرحب بالإصلاحات التي قادتها الحكومة المصرية بقيادة عبدالفتاح السيسي برأيك هل هذه الخطوات الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي لحد الآن إجراءات فعالة ناجحة أم ينقص الكثير حتى تسير البلاد على درب التنمية والنمو هو في واقع الأمر يعني ردا على تعليق دكتور كامل كمال هو مش عايزة أكون أنا محامي الشيطان يعني ولكن لا نستطيع أن نضع يعني تقارير للصندوق النقد الدولي محل يعني شكوك بناء على المعايير اللي بيتم بها تخلص هذه التوقعات بدليل أن توقعات الصندوق النقد الدولي لمنطقة الإيرو كانت توقعات في محلها وكانت دائما توقعات متشأمة على معادلات النمو في منطقة الإيرو وبالتالي يعني أنا مش شاف لي دكتور الساري يعني بيضع سندوق النقد الدولي دايما في هذا التقييم أريد أن أؤكد على شيء هو أن مصر حتى الآن لم توقع اتفاق مع صندوق النقد الدولي ردا على ما قاله سميلي أن سياسات الصندوق معروفة إلغاء الدعم إلى أخيره وتضع المواطن البسيط في مأزق إلى أخيره وهذه حجة دائما كنا نستخدمها في أي تعاملات مع صندوق النقد الدولي نقول أن هذا الصندوق وما يمليه الصندوق على دول مثل مصر هو دائما ضد مصلحة الفقراء وهذا نريد الآن أن نخرج من هذا المفهوم لأن طبعا يعني سياسات تخفيف التدريجي للدعم في مصر هي سياسات ناجحة بغض النظر يعني ليس لا أي علاقة بمقترحات صندوق النقد الدولي هي سياسات نابعة من واقع الاقتصاد المصري وبالتالي مصر بدأت اتخاذ هذه القرارات منذ أكثر من عام التوجه نحو التخفيف التدريجي والغاء التدريجي للدعم مقابل تعويض بالنحية الأخرى بالنسبة لطبقات الفقيرة حتى لا يشعر المواطن المصري الفقير بعبئ هذه الإجراءات إذن منذ أكثر من عامين ومصر بتسير نحو خطة اقتصادية سليمة في مواجهة خفض عجز الميزانية وفي نفس الوقت التخفيف على كاهل المواطن البسيط هذا الأمر ليس له علاقة على الإطلاق بسياسات سندوق النقد الدولي أو غيرهم أعتقد الآن أن مصر في طريقة إلى تحقيق ما نطلق عليه القفزة الاقتصادية وخصوصا أن الاقتصاد المصر والحسن الحظ تميز منذ بداية 2011 بقدرته على امتصاص الصدمات التي تتعرض إليها وأعتقد أن هناك نظرة متفائلة للغاية بالنسبة للمستقبل الاقتصادة للمصر خلال السنوات القادمة نعم وسنعود لي الحديث بالتفصيل عن خبايا الاقتصاد المصر وأيضا عن هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في مارس أثر المقبل في منتجع شرم الشيخ محمد الفبراي يعني الإصلاحات التي اتخذتها السلطات المصرية إلى حد الآن منذ وصول السيسي إلى الحكم يبدو أن صندوق النقد الدولي يهنئ الحكومة حكومة إبراهيم محلب على هذه الإنجازات هل هذه الإنجازات كافية أم أن الطريق ما زال طويل هو طبعا هذه الإصلاحات التي اتخذت تحدث فيها الصندوق مع الإدارات المصرية السابقة من أكثر من 15 سنة وكانت الحكومات المتعقبة بتخشى اتخاذ هذه الإصلاحات لأن الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد تحسن معدل نمو وتحسن أيضا الأداء الوظيفي وفرص الوظيفية فكانت هو عدد الفتاح السيسي لديه الجر أن يتخذ إجراءات قوية مصر كانت بتدعم الطاقة عموما بما فيها الغاز والنفط وكذا لكن الطاقة عموما ب 144 مليار جنيه مصر يعني حوالها 14-14 مليار يورو خفضت هي دعم الطاقة من 144 إلى 104 يعني اللي هو يعدل 10.4 مليار يورو فبالتالي ده إنعكس لتضيف هذا ليس لتحسين فقط عكس الموازنة ولكن المستقطعات هنا لتذهب إلى الفئات التي تستحق يعني عاوزة تحسن مستوى التعليم المستقطعات من رفع الدعم الهدف منها رفع مستوى التعليم دعم القطاع التعليمي دعم قطاع البحث العلمي دعم قطاع الصحة اللي هو متضرر بشكل كبير لأن احنا عندنا قطاع كبير من الشعب مش داخل التأمين الطبي مش مغطأ عندنا القطاع الزراعي لا يحظى بأي دعم لكن في الفترة الحالية مع تزايد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية تم إنشاء نقابة مهنية للفلاحين في مصر وستدعم مما يرفع من هذا والإصلاحات مستمرة بشكل أو بآخر لكن أيضا عندنا بدأ بيبقى فيه ثقة في سندات وأزون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي وحتى هو أصدر بحوالي سندات وأزون الأسبوع الماضي في حدود مليار دولار أخرى معظمها بتغطى محليا بالمناسبة يعني أصبح فيه ثقة في الورقة التي يصدرها البنك المركزي عندنا جزء داعم وهو ثقة المستثمر في القدوم إلى مصر ده بيدعم الإصلاحات الاقتصادية عندنا طبعا لا ننسى أنه الدعم المجموعة الخليجية لمصر بشكل كبير في الفترة السابقة وحتى آخر قرار اتخذوا وزراء المالية أنه إدعى 10 مليار دولار قبل 13 و14 مارس القادم كمؤدار لدى البنك المركزي لتقوية موقفه فسندوق النقد زي ما قال الدكتور عادل هو مصر لم توقع معه على أي شيء حتى لا يقال أن مصر خضعت لضغوط خارجية لأن دي كانت حجة الحكومات أو حجة الذين يدعونا يقفونا ضد الإصلاح بمفهوم الشامل إصلاح اقتصادي ويطبلونا ويزمرونا من فترة لأخرى على بعض المبادئ الاشتراكية نعم مع الاشتراكية التي تؤدي إلى عدالة اجتماعية لكن هم يطبلونا ويزمرونا لأنه سعداء بما يحدث من إهمال قطاعات كبيرة يتلعبون بها سياسيا في مصر نعم كاميرا ساري يبدو أنك غير متفق مع أنا غير متفق مع فكرة أن مصر مستقلة تماما من الضغوطات وعلى بالنسبة لضغوطات صندوق النقد الدولي لا نتحدث عن الاستقلالية لا نتحدث عن المعطيات الاقتصادية الموجودة في مصر في دول النامية لا توجد ولو بلد واحد مستقل ما عدا البلدان التي عندها احتياط الصرف يفوق يفوق مديونية حاليا مثلا حتى الجزائر عندها احتياطي 20 مليار ومديونية صفر تقريبا أو 9 مليار يعني هي مستقلة نسبيا في الفترة حالية هم بالمناسبة عرضوا قرض على مصر ومنقدارهم 23 وستة من عشرة إلى أربعة مليار بلال وبشروط ملسرة ورفضت مصر هذا القرض رفضت ليست في حاجة إليه مديونية مصر بالنسبة للناتج الإجبالي المحلي كانت تشكل 78 في المائة في 2011 والآن هي تمثل 94 في المائة أي أنها تقريبا تمشي إلى 100 في المائة مديونية فرنسا نفس الشيء لا 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 ولكن العملة يجب حضرتك أن تذكر أيضا معدل النمو في 2010 67 و28 معدل النمو وأقول ما تقوله الأرقام وبشكل الموضوع لا أدافع لا على نظام ولا على أشخاص ولا على أي إنسان ليس مطلوبا حضرتك أدافع على بعض المعطيات يعني الخزينة خزينة الصرف في مصر لا تساوي إلا أربع أشهر من الاستيراد أي أنها لا يمكن أن تبوي الاستيراد إلا في أربع أشهر لما تكون وضعية مالية لبلد ما في هذا المنطق فلا يمكن أن يستغنى على صندوق النقد دولي وأشير أن كيف لا أستغنى عنه؟ أنا رفضت قرضه من أربع سنوات لا 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 كيف أستغنى عنه؟ هي مفاوضات هي كانت مفاوضات يعني مصر لا تقبله ببعض الشروط ولكن تخضع لها كيف استمرت مصر بدون الصندوق من يملك مديونية الدولة المصري حاليا 94% هي بين الجهاز البنكي المصري وهذا خطر كبير جدا أي أن إذا كان هناك يعني وشك ولا أتمنى لهذا البلد الكبير لمصر ونحبه كثيرا وهو يشكل في نظرنا مستقبل هذا الاتحاد شمال إفريقيا ونود الخير لمصر يعني أن الوضع يجد هشا ولا أقول أن النظام السيسي هو المسؤول ولا حتى هو تراكم مشاكل يعني ولكن في الوقت نفسي حكومة هذه المدة حكومة محنب اتخذت إجراءات اتخذت إجراءات كبيرة ربما قرارات صعبة قرارات قاسية في حق الشعب المصري لأن الوقت الحالي يفرد أن يتم اتخاذ هذه القرارات واستغنت أيضا عن هذا القرض لأنها هذا خليد هذا هو منطق صندوق النقد الدولي يقول يجب ولكن استغنت عن هذا القرض لأنها تلقت عشرات مليارات الدولارات من الدول في نقطة أنا أحب أشير بعد مصر في نقطة عز أشير هذا لا يكفي هذا لا يكفي لأن حتى المساعدات التي تتلقىها مصر يجب أن هي مساعدات تحل مشكل المشكل النفقات الإدارية ولا تحل مشكل حجم حجم المشاريع يجب توضيفها في الاستثبار والبشاريع المصرية حاليا تشكل يعني عندها عندها حاجة وهو 14 إلى 16 مليار دولار محمد الأل محمد الأل تفضل هناك نقطة يعني لا ينتبع لها الكاسيرون أنه الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الغير رسمي في مصر يفوق الاقتصاد الرسمي بمعدل 150% ودلوقتي الحكومة سيدخل تدريجيا في المنظوم المنظوم والاقتصاد وحضرتك كنت متابع أن الغرفة التجارية بتبزو الجهود كبيرة للإتحاد العام الغرفة التجارية في مصر على مستوى الجمهورية والدولة بترغى بالناس بمزايا إعفاءات ضربية وخلافه حتى يدخلوا في الاقتصاد الرسمي وده يشكل نقلة وحتى خليني أشير إلى رقم أن الـ 65 مليار اللي دخلوا لشراء سندات تمويل قناة السويس فيهم 27 مليار من خارج القطاع المصرفي مما يطلق عليه الاقتصاد الموازي الذي يستطيع أن يمول بمعدل 270 مليار عدل عبد العزيز مهني حتى نكون متوازنين في النقاش يعني برأيك هذا التشجيع من صندوق النقد الدولي هل يفهم منه أن الصندوق بتيتقرب من مصر خاصة أنها على بواب تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي وأنها تتلقى الدعم الكبير من روسيا من الدول الخارجية من فرنسا من دول عديدة أم أنه يأتي في سياق طبيعي في سياق عادي في دور صندوق النقد الدولي هو بيأتي بالتأكيد في السياق طبيعي لأن ليس هناك في سياسات صندوق النقد الدول تجاه أي دولة من الدول ليس هناك علاقات تتميز بالخصوصية صندوق النقد الدولي له سياسة عامة له إجراءات له قرارات له طريقة في تقييم أداء كل دولة إعطاء روجتة العلاج لهذا الاقتصاد إذن هي العلاقة علاقة عادية جدا لا نريد أن نحمل علاقة السندوق بالاقتصاد المصري ما لا تتحمله هي علاقة طبيعية للغاية ولكن التحولات التي تحدث في مصر وقدرة الاقتصاد المصري على مقاومة انهيار كان يمكن أن أتعرض له منذ بداية 25 نناير 2011 بتجعل هذا الاقتصاد جدير بالاهتمام من جانب الدول المتقدمة على رأسات طبعا من خلال سياسات سندوق الناد الدولي أريد أن أقول شيء هو أن مصر بتتميز بازيل محورية الجيوسياسية دور مصر المحواري في المنطقة إذن اليوم مصر بترسعي لتأكيد هذا الدور المحواري من ناحية الاقتصادية ومن مصطحة الدول المتقدمة وبالتأكيد سندوق الناد الدولي إدفاء وإعطاء قوة دفع لهذا الاقتصاد المصري لكي يحدث توازن حقيقي في هذه المنطقة من ناحية الاقتصادية اقتصاد مصر وأحيي طبعا أخي دكتور كاميل الساري هو اقتصاد يقود المنطقة العربية فيما بعد يمكن أن يقود مشروع تكاملي بين الدول المغاربية إذن من مصطحة السندوق ومن مصطحة الشركاء المصر هو أن يزل الاقتصاد المصري قائما ووقفا على قدميهم من أجل أن يقود المرحلة القادمة في النمو الاقتصادي شكرا جزيلا لك دكتور عدل عبدالعزيز مهني معك نأتي لختام الجزء الأول من برنامج الأسبوع الاقتصادي فصل قصير ونعود لمتابعة النقاش فابقوا معنا اشتركوا في القناة